حدثنا سفيان حدثنا عبيد الله بن أبي يزيد عن أبيه عن سبعي بن ثابت سمعت من أم كرز الكعبية التي تحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بالحديبية وذهبت أطلب من اللحم عن الغلام شاتني وعن الجارية شات لا يضركم ذكرانا كنا أويئنافا قالت وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أقر الطير على مكناتها حثنا سفيان عن عبيد الله بن أبي يزيد عن أبيه عن سبعي بن ثابت قال سمعت أهل الجاهلية يطفون وهم يقولون اليوم قرنا عين نقرع المروتين حثنا سفيان عن عبيد الله عن أبيه عن سبعي بن ثابت عن أم كرز الكعبية قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وقال سفيان مرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذهبت النبوة وبقيت المبشرات حثنا سفيان عن عمر وعن عطاء عن حبيبة بنت ميسرة عن أم كرز الكعبية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عن الغلام شاتني مكفأتني وعن الجارية شاتن قال أبو عبد الرحمن سمعت أبي يقول سفيان يهم في هذه الأحاديث عبيد الله سمعها من سبعي بن ثابت حثنا عفان قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثني عبيد الله بن أبي يزيد قال حدثني سباع بن ثابت عن أم كرز أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في العقيقة عن الغلام شاتني مثلاني وعن الجارية شاتن ترجمة نانسي قنقر